بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الفرات حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى أربعنية الإمام الحسين السلام على سيد ومولاي الإمام الحسين عليه السلام وعلى بنيه وابناته ورجاله ونسائه وأطفاله ومن استشهد معه يوم الطفء السلام على السبايا السلام على سيدتي ومولاتي زينب الكبرى عليه السلام السلام على سيد ومولاي عليه الحسين السلام على زوار الإمام الحسين السائرين الماشين المجهدين المأجورين إن شاء الله السلام على المواكب الشاخصة على طول طريق زوار الإمام الحسين السلام على خدمة الإمام الحسين عليه السلام قصة الإمام الحسين ليس قصة نسردها كل عام يوم العاشر من محرم أو يوم الأربعينية الإمام الحسين لأن هذه القصة حفظها الصغار والكبار والرجال والنساء والشيوخ والعجائز لنا توارثناها حفظنا كل تفاصيل إذا كانت مجرد قصة نسترجحها كل عام فلا خيرا بينا وإذا كانت عبرة ودرس وموعظة نستفيد منها ونستفاد منها كل عام فهذا هو الخير كله إن شاء الله فإذا تكلمنا عن الإباء عن الشهادة عن الخوة عن الشرف عن الغيرة كل هذه المفردات نجدها موجودة في قصة الإمام الحسين عليه السلام لأن شخصية الإمام الحسين عليه السلام عندما نقول الإمام الحسين عليه السلام يعني نقول أبو الفضل عليه السلام وعليه الأكبر عليه السلام وزينب عليه السلام والسجاد عليه السلام ومحمد الباقر عليه السلام اللي كان عمره ثلاثة واربع سنوات في واقعة الطف اليوم أريد يعني أكد على منظوع مهم جدا باعتبار أنه هذه الأيام يتمر علينا إذا يوم نقول والله الزوار وأعدادهم وهذه لا نزعل إذا نقول والله يا بي أنه صار نقص وتقصير في المكان الفلاني ترى المقصود مو بالمواكب التقصير أبدا يعني الزائر إذا ما يلقى السيارة تنقل هذا التقصير مو ينمو أبو الموكب أو الزائر إذا مثلا يوصل المكان ويلقى ازدحام مال سيارات نتيجة تقاطع منظمين غلط هذا مو مسؤولية أبو المواكب خدمة الإمام الحسين أبدا ما قصروا وهذه هي أيامهم أما هذا التقصير الحكومي نحن ما مسؤولين عليه لأن الموكب الحسيني لو ارتبط بوزارة صدقوني الزائر يطونه كار تروح يستلم تشاي ومن الطونة شاي طبعا يطونه نصد شاي لأن فسادة دارة راح يصير مية بالمية إذا ارتبطت القضية بصارت رسمية ومؤسساتية لكن بعفويتها بارتباطها مع الجهد محبي الإمام الحسين تشوف أنه الزائر ياخذ أكثر من استحقاقه أكثر من استحقاقه والدليل على أنت الآن الموظف تروح الراتبة ينقص من الراتبة والماستركات يقص من عدة ودنيا تقص من عدة يستلم راتبة مقص قص هاي ليش لهم ارتبطوا مؤسسة رسمية فإحنا لا نزعل إذا واحد يقول والله الزوار بالحدود ما حد ينقلهم لا لا هي مو مسؤوليتنا أبدا مسؤوليتنا وانت توقع انت إذا الآن يجيك خطار عشرين واحد ورا ساعة يجوك أربعين واحد يعني تمشيها ورا ساعة يجوك ستين واحد بالمواكب هاي تمشي تمشي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وأنا شايف بالمواكب مرات الخدام يجيبون الأكل يابا هذا كافينا ميتين واحد يجون الميتين ويجون الميتين ويجون الميتين والبركة إن شاء الله في زاد الإمام الحسين عليه السلام فكل الفخر إنه أن نكون نحن خدام زوار الإمام الحسين وندعو من المسؤولين من حكومات المحافظات اللي مرون بها الزوار من الحكومة أن نساعد أصحاب المواكب مو بالعكس لا الحكومة ساعد أصحاب المواكب شلون أنه لا تتجي نحشان ورا الحكومة لا تتجي نحشان ورا أرجوكم يعني قوات الأمنية مم قصرة نايمين بالشوارع لينه نهار والله أرفع لهم القبع قواتنا الأمنية أبداً ما مقصرين أبداً وبارك الله بيكم وأيضاً ملاحظة البارحة أيضاً واحد قل بيها قال بس توصيننا أخواننا سواق السيارات هلا هلا بالزوار وهلا هلا بنفسهم يعني البارحة صارت حادثة بزوار رايحين لاسا مراء المقدسة يعني شنو ذنب يموتون عشرة وخمسطعش وما رايحين للزيارة أنت اللي حصلت شنو اللي حصلت كروة زايدة فقدت حياتك يعني ترملت مرتك أطفالك تيت وانت هاي العوائل اللي أيضاً هلكتها وياك الزوار فأرجوكم أخوان سواقنا انهلت الله بالطريق وديروا بالكم وندعو الحكمة توفرنا القاز والروح هاي اللي ننسلف بها منها الباشر لكن قضية الإمام الحسين عليه السلام نحشي بها كلش ليش لأن ما دام نحشي على القمة على رأس الهرم الإمام الحسين عليه السلام نلقي عدة شلون يوم العاشر من محرم من عندبك على أعداءه شلون يوم العاشر من محرم انه نصح حتى عدوه شلون قبلها بالكم يوم من اجوا أعداءه اللي هم بقيادة رضوان الله عليه الحر وانطاهم مي من مي وبعدين منعوا عليه المي أي كنا نذني المفردات شوي يكون عاد مدير الدائرة الموظف المواطن الرحومي غيره كنا عاد نلتزم بيهم الروح الواسط لو للنجف الأشرف بالبداية ما شاء الله الروح الفالح فالح القريشي من مدينة واسط بوابة العراق أهل الكوت والله بيضت وجه حقيقة مفخرة العراق الكوت والعمارة وكل المحافظات اللي بيها منافذ يدخل من خلالها زوار ضيوف العراق بيضت وجه بس احنا التقصير الحكومة ما نشغل به انتوا لكن الأهالي الناس المواكم بيضت وجه حياك الله فالح انت وضيوفك وأعظم الله لنا ولكم الأجر نعم مستاذ فاز عظم الله لك الأجر ولجميع جمالائي في الفرات الفضائية ولكل العراقيين بهذا ذكرى الأليمة ذكرى أربعينية إمام الحسين عليه السلام كما تحدثت أن واسط هي بوابة العراق على الدول الجوار وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والموكب الذي نتحدث عنه اليوم هو موكب مختلف أنشئ قبل ثلاثة أيام يعني اخترنا هذا الموكب اليوم اللي نصلت عليه الضوء الذي أنشئ قبل ثلاثة أيام تقريبا من اليوم نتيجة الزخم الكبير للزوار القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن الآن في الساحة التي تكون مقر لتجمع السيارات التي تنقل زائرين من المنفذ الحدودي حتى مدينة الكوتو ومن ثم ينتقلون إلى كربلاء المقدسة هذا المكان على طول اليوم من الصباح حتى هذه اللحظة يستقبل مئات الآلاف من الزائرين الإيرانيين قبل أيام كانت لا توجد خدمات في هذا المكان لكن هيئة المواكب الحسينية بالتعاون مع أهالي الدجيلي أنشئوا موكبا بشكل سريع ومستعجل وموكب صبط الرحمة وأيضا هذا الموكب جاء رحمة لهؤلاء الزائرين الذين يأتون إلى مدينة الكوتو من ثم إلى كربلاء المقدسة وكما تحدث أخي عن قضية أنه واصل تبيض وجه العراق وإن شاء الله مستمرة في هذا الاتجاه لأنها تقدم الخدمات على مدار الساعة حتى الآن ننتظر وصول أكثر من 200 حافلة مساء يعني حتى الصباح يوم غاد ننتظر وصول 200 حافلة من المنافذ الحدودية الآن خدام منتظرين وصول هذه الحافلات من أجل أن يقدموا لها الخدمة خلي أستثمر الوقت وأتحدث مع الحاجة أبلوية مسؤول هيئة المواكب الحسينية ومسؤول عن هذا الموكب الذي ينشئ قبل ثلاثة أيام كما تحدثت لك حجي الزيارة كبيرة والأعداد كبيرة جدا على خلاف السنوات السابقة يعني أكثر من السنوات السابقة وزيارة الأربعين كانت دخول الزوار الإيرانيين سنتين لم يدخل الأراضي العراقية لذلك هذا العام زخم كبير جدا تحدث لنا عن هذا الزخم وعن طبيعة الموكب في هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم وذلك مني أعظم شعر الله فإنها من تقوى القلوب شكرا لقناة الفرات مقدما لمتابعتها وتغطيتها نشاطات ممتلية المواكب الحسينية والمواكب الحسينية في واسط إن شاء الله إنشأ هذا الموكب قبل أربعة أيام عندما أكبلوا الساحة وهيئوها إنه مساحة هذه يكون قراج للسيارات ناقلات الشاحنات الإيرانية التي تنقل الزائرين من المنفذ وصولا إلى الكوت فاضطررنا أن ننشئ موكب جديد لكي نقدم أفضل خدمات بما نقدر أن نستطيع عليه والحمد لله الله وفقنا خلال أربعة أيام كمن بناء مجمعات الصحية بالإضافة للمطبخ بالإضافة إلى مكان الاستراحة خلال هذه الأيام الحمد لله من بركات الحسين تشوف إنجز هذا العمل ولو كان لغير الحسين لن ينجز بطول أقل شفة شهر يلا يكمل هذا العمل والحمد لله هذه من بركات الحسين ونأمل ثلاث وجبات من الصباح إلى الصباح وننتظر حافلات حافلات ليس باستمرار يأتن إلى هنا يأتينا في 50 أو 10 حافلات في وجبة واحدة يدخلونها على شكل دفعاتي نعم على شكل دفعات نحن مستعدين ومتهيئين مهيئين لهم الماء بارد مهيئين لهم الأكل مهيئين لهم المكان الاستراحة وبعدها يتحولون إلى سيارات العجرة التي يتقل لهم إلى النجف أو إلى كربلاء المقدسة نعم حجي أيضا استاذ فائز معي الحاجة أبو زينب حاجة أبو زينب طبيعة الخدمات تقدمونه هنا للزوار أعداد كبيرة جدا ووضع محمد ومحمد كبيرا شون تقدمونها الخدمات للزوار شون تقول للزوار القادمين للعراق أهلا وسل الله مصلى على محمد نشكر قناة الفرات على تغطية هيئة المواكب الحسينية القناة المهتمة بهئة المواكب صراحة والله حاليا نجهدين مكان إن شاء الله نحن بالألف سية مية خلال هاليومين هاي ومستعدين لأفضل أربع وجوات نستمغي الأكل عندنا يعني مستقطاع ريوغ وغدو عاش على طول أربع وشي ساعة لحدنا الأكل موجود إن شاء الله ونقلهم أهلا وسهلا وكل أحوال جاي نقدم الأفضل إن شاء الله بحق نعم أستاذ فائز واصد كما عهدتموها نعم تقدم الخدمات الجليلة للزوار ومستمرة في هذا السبيل إن شاء الله حتى أكمال زيارة الأربعين شكرا إن شاء الله إن شاء الله نرجع لك لأننا عدنا وقت إن شاء الله بعد متواصلين لكم مشاهد الكرام في التغطية اليومية المباشرة بدءا من الأول من محرم الحرام وبدءا من الأول من صفر بدأ أول مسير أول زائر الخروج من راس البيشة من أقصى نقطة في جنوب العراقي متوجها إلى نحر الإمام الحسين عليه السلام أنا دائما مرات نحط شي شغلات حقيقة يعني تحزب النفس يا جماعة الخير يا عراقيين يعني إحنا عدنا الحسين عليه السلام عدنا يعني إذا تريد تبدأ بالتسلسل الأئمة عدنا الأب عدنا الإمام عدنا الوصي عدنا علي بن أبي طالب عليه السلام يعني عدنا سبحان الله اللانطانة ما لم تُعطى باقي الدول فما معقول ما معقول لحد الآن ما عدنا شارع يربط العراق بالدول اللي عدها زواره يعني ما معقولة ما عدنا ذيش المطارات ما عدنا مترو عدنا قطار حلقه أخلى المترو بلا قطار حلقه حالنا حال هاي الوادم ما عدنا يعني وفرنا عشرين قطار لا ليش ما نوفر مئتين قطار أربعمائة قطار مثلا ليش مخط أربعة وعشرين ساعة قطارات راحة جاية وانت جاي تنقل الناس هم جايينك يعني عزين أساطيل يعني صح وزارة النقل مشكورة ما قصرت بس مئتين سيارة لا تكاد تذكر من تروح الكربلة من تزور وترجع المئتين سيارة ركضة واحدة من الزوار قبطا ايه و لازم يروح وان يوصلا للعمارة و للناصرية و للدوانية و للبصرة و الكربلة و للكوت و يرجعن ياخرن ذولة فوترد نضطر نصعده باللوري و نصعده بالشي اسمه ما يعني القضية يرادلها يعني صارنا عشرين سنة عشرين سنة هوية كل اشي هوية و عندنا لحسين يا جماعة الخير لها تحرجون محبي لإمام الحسين مع زوار الإمام الحسين أرجوكم يعني اللي بيتكم الحل و العقد و الربط و الدولة لتحرجوننا أمام زوار الإمام الحسين أرجوكم لتحرجوننا يعني نحرج مني جزائر تعبان ما يلقى مني يشرب أو ما يلقى السيارة الصعدة ربي يحفظ زوار و خدمة الإمام الحسين ننتقل إلى روح للنجف خاف أروح للديوانية و قلت ها روحت لولايتك لا أروح للنجف الأشرف أروح الأخ سجاد حياك الله أنت و خطارك سجاد أشوف وراك ما شاء الله زوار بعد يعني بهاي الساعة يعني عداد غفيرة يعني زيان يمت هاي الناس تتوقف عن المسير يمت يعني و ذول الضيوف الكرام يمك مواكبهم الآن يعني شن نوع الخدمة لبيها و أكو مبيت زي ريبات يمهم حياكم الله حياكم الله عم رحومي و عظم الله لكم الأجر بهذه المصائب واقعا في هذا الوقت المتأخر من الليل و كما تشاهد الصورة أبلغ من الكلام واقعا هؤلاء الزائرين ذاهبون إلى كربلاء المقدسة في هذا الوقت صغار كبار نساء أطفال شيوخ حتى على العربات سائرين إلى كربلاء المقدسة يواسون السيدة زينب سلام الله عليها في هذه المصيبة وهي عائدة إلى كربلاء المقدسة واقعا كما تكلمت في بداية الحديث هذه المسيرة وهذه القافلة هؤلاء الزائرين يعني الأصحاب المواكب هم يعني جهودهم ذاتية يقدمون ما بوسعهم إلى زائرين أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام دون دعم حكومي دون دعم أي جهات تدعم هؤلاء الناس في كل وقت وفي كل زيارة ترى أصحاب المواكب الحسينية يقدمون أفضل ما يكون لهؤلاء الزائرين كما تشاهد هؤلاء أصحاب المواكب الذين جلسوا هنا في هذه الحلقة وفي هذه التغطية في هذا الوقت المتأخر من الليل المواكب هنا تقدم لهم ما بوسعهم حتى مثلا السندوجات التي توزع في هذا الوقت المتأخر باعتبار أن الزائر ذاهب وهو سائر حتى لا يتوقف الزائر يعطوه ما بوسعهم ويكمل مسيره في هذه التغطية ألتقي بخادم الحسين أبو زيد عظم الله لكم الأجر أجوركم أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نرحب بكادر الفرات الفضائية موكب أصحاب الكساء النجف الأشرف نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام طبعا هذه المواكب هي لخدمة هذا الزائر الحسين نحن كلنا على مدار 24 ساعة لأن عندنا شون شفتات يعني من شفت صباحي يجي وشفت مسائي قسم يباتون للصباح وقسم يجي يستلمون من الصبح الاستمرار الخدمة لحد ما يصير الليل على مدار 24 ساعة يعني ما عندنا أنه نعزل في ساعة معينة أو كذا وهذا طبعا هي كلها قربة إلى الله تعالى وخدمة لزائر الإمام الحسين لأن هذا الزائر يعني هو عزيز علينا هو زائر الإمام الحسين يعني من دخل الحدود أين كان سواء كان إيراني أو خليجي هو يسمى بعد تسمية أخرى أنه زائر الإمام الحسين لأن هذا يعني محسوب علينا وأي خلل أي تصرف خطأ راح ينحسب علينا إحنا يعني العار والعيب الكلمة الجارحة أو خنقول الاستقبال غير الجيد مردودات وسلبيات علينا لأن الإمام الحسين كأنه يعني هو إحنا يعني بقلوبنا أي من يجرح بكلام جارح أو يتعرض الزائر من الزوار يعني يعني يتعرض إنه معناه فإحنا يعني كنا إن شاء الله في خدمة هذه يعني الزوار اللي جاية من مناطق بعيدة هذا طبعا تعبان وإحنا يعني حريصين أنه أنه هذا كل من أثر عليه بأي كلمة له هذا تعبان إحنا قاعدين ببيوتنا وقريبة من ببيوتنا وروحة نوجاتنا سهلة هذا يجي من مسافة سبعمية وألف كيلو ألفين كيلو فهذا كون يعني إحنا كون نقدره كون نقدره وإحنا إن شاء الله دوما يعني بخدمة الزائر أين كان من أي بلد كان وهو أخ عزيز علينا إن شاء الله نعم سجاب إحنا عدنا حاليا ما بيتموجود للزوار حمامات مغاسل هو شلي اللي يحتاجه ماء بارد يعني إحنا بخدمة الزائر كأنه هو جاي بيتنا يعني هذا ضيف عندنا يعني إحنا شون نتعاملويا الضيف نتعاملويا هذا وأكثر من الضيف لأن هذا حتى يعكي الصورة لأن هذا هذا نحن نحكي الصورة عن أهل النجف أو أهل العراق فإحنا تصرفنا إحنا تصرفنا كأنه هذا ضيف عندنا جاء هذا محددنا شكرا شون يلي نقدر نسوي لضيفنا يعني أنا سامن يجينا ضيف كعربي شون نتعاملويا لازم نتعافلويا بهذا الشكل نعم عمي رحمة نعم شكرا شكرا سجاد ما شاء الله المكان المختار يعني حقيقي يفتح النفس تشوف هاي المئات بالآلاف خلي نقول ولو أكو بعض وسائل علامة تقول مئات الزوار تتوجه إلى كربلا ما يشوف بالمنخ الله هنا يقولون عليه عمل يعمي هاي المئات الآلاف خلي قول مليون هالشكل منها للصباح بس شارع واحد مكان واحد شوف شكرا سجاد الروح الآن إلى مدينة الديوانية احدى بوابات مدينة كربلا بل هي تعتبر من البوابات المهمة جدا في من المدن العراقية لأن كل الزوار إذا نقول يمكن 80% من الزوار يتجمعون بها ثم ينقسمون لها قسمين للحلة ويتوجهون للشامية ثم للنجف أو للكوفة يقول لك نزور نحن نزور الإمام علي عليه السلام بعدين وطبعا هي القضية مهينة بالمسير يعني كلش مهينة يعني متروح للنجف وبعدين تطلع على مدينة كربلا المقدسة فتحيل كل أهلنا بالديوانية للديوانية حالهم حال أهل الكوت أهل النجف ما قصروا أبدا أبدا ماكو أي متلبة على أي محافظة من المحافظات العراق ماكو أي تقصير أما تلاقي الأمور التصير الأمور هاي الثانوية صير وين ما كان كفي لك الله حتى منصير عندك مناسبة نحن نصير ركضة ماكشف ولتهن نقال الزاد بالعشة بالغداء الصير هفوة هفوة من يخلون الأكل هفوة من توزيع المي الصير بس الخطار من يحسبها زائر الإمام الحسين اشتنطي يقول لك نعمله اشتنطي ما يشرط وهذه هي هاي بطريق الإمام الحسين هكذا هو ما جاي يأكل هو جاي للزيارة لكن كل ما هناك انه انت توفر لقوت يتقوت بيه حتى يوصل للزيارة وهذه هذا الصحيح يعني اشتنطي الزائر يقول لك شكرا يقول لك نعم الله مأجور بارك الله بيك اشتفرش لفراش ينام على الفراش شغل الله مبردا نعم الله بس بنك نعم الله تفرجها بالحديقة نعم الله هي هاي هي الامور هاي الشكل وهذا فصل الصيف ثلج ماكو مي مراتي انقطع كهرباء ماكو يعني كل شي حاول معزب يوفر للزائر اي شي هي هاي الحلقات والحلقة الاهم بالمسير الحلقة الاهم من الموكب لان انت الان تصور الشارع ما بي مواكب شلون الحالة تصير ما ممكن يعني ما ممكن هاي الاعداد تقدر توصل يعني يمشي من البصرة الكربلة وماكو مي شرع مستحيل يعني ما ممكن يعني تلقي الجنطة مالتا هاي لازم خليه مي واكل وفراشة وملابسة يبدلها وصابون توتايت لا لكن الان الزاير يجبست دشداشته وشماغه انا اعرف الله زوار بس سبحته ودشداشته ويخلص الطريق هي سفرة هي سفرة بس بشرطها وشروطها كون مو نقضلنا ايام الامام الحسين عليه السلام ونرجع السوال الفرحوم الى وليات لا مو هالشكل مو يلا بو يدعو فوها الساعة وفوهما الفلان خلنقض زيارة الحسين عود ونرجع نطالب وياهم عجيب لا 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 ما يصير بسيطة أنا لك هسا محظورة اروح بالموكب خلى خلص علم رايح للموكب كانت ابنكم البصير الصغير هم انتم طلابتكم ترى ما اجلها ورا الاربعين بس نتمنى انه مناسبة اربعينية الامام الحسين تخسر القلوب والعقول والنوايا وتخلون امامكم فقط عراق الحسين فقط والمطامع والمغانم عوفوها مشى عليكم والحسين الروح الديوانية الخير ليف حياك الله وما شاء الله اشوف وراك ازدحام سيارات وازدحام زوار ويمك شيبات حلوة مباركة انت وين بالضبط هالطريقة والثانية والله يمكن اعرفها الديواني اعرفها في شبر شبر واسه اقول ليت وين حياك الله لي نعم نعم استاذ فائز عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى اربعينية الامام الحسين والاحب المشاهدين اليوم نتواجد في موكب وهيئة شباب الحسين اهالي الشامية في طريق الشامية المؤدي الى النجف الاشرف وصولا الى كربلاء المقدسة هؤلاء اصحاب المواكب الذين يتواجدون الان بجواري هم يهيئون ويحضرون بقلوب صافية بقلوب عاشقة لسيد الشهداء بقلوب عاشقة لهذه المسيرة مسيرة العشق الحسيني هم يتحضرون منذ بداية شهر الصفار منذ بداية ظهور طلاع الزوار واليوم دخلنا بذروة هذا المسير الحاشد وهذه السيل البشر الهادر اليوم هؤلاء اصحاب المواكب يتفننون ويتسابقون بخدمة زائرية المولى بعبد الله الحسين راح ننتقل انوياك الى واحد من اصحاب المواكب السلام عليكم عمو محمد انت واحد من اصحاب المواكب المتواجدين على الطرق المؤدي الى النجف الاشرف ومن ثم الى كربلاء اليوم منذ متى بدأ تأسيس موقبكم وشون تكونت الفكرة بتأسيس المواكب تأسيس المواكب ان شاء الله بدأ من 2005 وبدأنا بهذه الحملات لانه كثرة الزائرين والوافدين الينا من المناطق الجنوبية والمناطق الوسط الوسط والجنوب طبعا بجهود ذاتية نعم بجهود ذاتية وجهود الناس الخيرة جزاهم الله الف وخير جزاء انو بدت تتوافد علينا الدول الإسلامية والدول العربية والجمهورية الإسلامية فصار الحافز أكثر وصارت الناس بعد أكثر وأكثر تقدم خدمة الآن احنا هذا جهد متطاول ليلا ونهارا ناس السلم إلى ناس من الصباح الباكر إلى الصباح الباكر الثاني يوم هذا جهود كله المأكل والمشرب أضابة إلى بيوت المدينة قضاء الشامية نفير عام نفير عام بكل البيوت يعني حاليا أنتم تستقبلون زائرين نستقبل الزائرين بمواكبكم وأيضا ببيوتكم وضابة إلى بيوتنا المبيت هنا المأكل والمشرب وللبيت المنام والأفطار الصباح ويتوكل على الله إلى إلى مدينة النجف مدينة أمير المؤمنين ومن بعدها إلى كربلاء المقدسة أمير المؤمنين 2005 من 2005 لايف تسمعني لايف أستاذ فائز نعم تسمعني لا يسمعك قل الحج يا أبو محمد الشامية يعزلون يعني قصدي يطلعون للزيارة الأربعاء لو الثلاثة طبعا الخميس ما أعتقد يلحقون فلو الثلاثة أو الأربعاء يطلعون الشامية يطلعون للزيارة الثلاثة أو الأربعاء إن شاء الله إحنا نطلع الشامية تطلع يوم السبع طعش إذا أراد الله يوم السبع طعش إحنا يوم السبع طعش بالليل نكمل يوم السبع طعش تتوجه الشامية يعني يوم الأربعاء عن بكرة أبيها الكل تتوجه إلى كربلاء المقدسة أيضا أكو ملاحظة مهمة أنه أكو مواكب تبقى على الراجع نعم نحن هسا نقسوم الموكب ما لاتقسمين هسا قسم عدنا وسطو إلى كربلاء المقدسة يردون على مود يبقون للراجع الراجع يوم تساطاش يوم عشرين ويوم واحد وعشرين ويوم اثنين وعشرين وإلى يوم خمسة وعشرين هذا كله موجود هنا على مود الغذاء والطعام إلى الراجعين من الزيارة الأربعين نعم مستاذ فائز بالتالي هذا الكرم والسخاء هذه البساطة بمدينة الشامية ومدينة الدوانية بشكل عام بالتالي هم يكرمون الضيوف وأي ضيوفهم ضيوف الإمام الحسين الذي ضحى بدمه الزاكي ضحى بعياله من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل الدفاع عن كلمة الحق سوف ننتقل أيضا آن وياك إلى صاحب موكب ثاني ولو سمحت لي يا الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تكونت فكرة تأسيس موكب قدمي على طريق الزهارين والله إحنا بدينا بالموكب 2005 شفنا الزوار يجوا على الشارع العام على الشامية على النجيف إحنا شفنا الزوار أسسنا الموكب أسسنا الموكب شوية شوية بالتجريج لما لمصل الموكب إلى هاي الحال قمنا نقدم أكل صباح أكل الظهور أكل ليل أسسنا الموكب شوية شعوركم أنتم تقدموا هاي والله ما ما تنوصف هاي الشعور هاي وإحنا ننتظرها من سنة للسنة ننتظرها يوم يوم نحسبلها بحيث حتى نقدم الخدمة لزوار الحسين عليه السلام شكرا لكم هذا هو الكرم والسخاء الكرم والسخاء الله هناك في الديوانية نعم شكرا لك نعم نعم طبعا في المدينة الديوانية اللي من قلنا ينقسمون الزوار اللي يطلع من الديوانية يعني قرض فرض يمر على الشامية ما بيكل مجال يمر على الشافعية ثم على الشامية بعدين من الشامية أكو بيهم eطلعون على الأنديبة وبيهم eطلعون على على بسخير وأكو أيضا بيهم eطلعون من cultural الشامية على الصلاحية علم هانناوية وبعدين يروحون على المناطق الوهابي وما درشينه يروحون يدخلون في حدود مدينة النجف للشفل ويعبرون على الجسر وروحون على طريق كربلا كل هذه الطرق مؤمن بيها الأكل والشرب والمنان ومكان الراحة قال ليش أقول دائما أنه هذه المواكب لو صير رسمية تفشل صدقوني لكن بعفويته بعفويته لو مثلا تصور المواكب يرتبط بدائرة مثلا أكو مدير موكب وأكو المعاون وأكو سايق مدير موكب وأكو طبعا لجنة مشتريات ورئيس لجنة المدرج لا تخلوا هيتش عفوية خلوا مواكب الإيمان الحسين شعبية الناس تديرها طفل يدير موكب الآن مريد دير موكب رجال شبير يدير موكب عنداني واحد من ابن أخوي مكيف حاط المفتاح عمو أنا خلوني مسؤول على المغزن شاب عمره 16 سنة طاير من الفرح يا بش إنه مغزن بيتمن ودهنه على العموم إذا مشاهد الكرامة واسطين وياكم لكن بعد هذا الفصل ما شاية قوارهم الله ما شاية قوارهم الله ما شاية قوارهم الله ما شاية قوارهم الله لفين النداء وكلنا زوار قبل المرتضى سمعا وطاعة منك أربعين الراح لليوم نحسب لأربعينك ساعة ساعة نحسب لأربعينك ساعة نحسب لأربعينك ساعة من درب المشي لحد بابك إحنا نريد ننقلك صور وتشوف عيونك على طول الدرب مد المواكب صار تدرب ناسك إنتش قد يحبونك هنها طفلة توزع ماي للهيم شوف هنها كتشوف شايف بليخدون هو العند مثلك بعد شيء غير قليلش ما مشوتها بالرجلية مرات القلوب من وحده يشتاق نبضة تقول أحب نبضة لحسين نحسب لأربعينك ساعة ساعة نحسب لأربعينك ساعة ساعة لفنا النداء وكلنا زواب قبل المرتضى سمع الوطاعة نحسب لأربعينك ساعة ساعة وغلات اسمه وحق دمه وغلات اسمه وحق دمه نحسب لأربعينك ساعة ساعة نحسب لأربعينك ساعة ساعة من باقي الصور شفنا يماي العين كراماتك فضل الباري موجود من كرسي العجد شاب بعمر عشرين على طول وقف ما ضاع مجهود بتشينا من القلب من شفنا أمه وياه عباية تهب علم عباس معدوده بصلاة على النبي والنبي الصوت ارتفعوا الناس في زعف تاخذ مرات عن سر الكرامة جاوب الشاعة قلهم أنا خادم لأبو السجاة يجي يمك يحسب وحق دمك يجي يمك يحسب وحق دمك نحسب لأربعينك ساعة ساعة نحسب لأربعينك ساعة ساعة لفينا النداء وكلنا زوار يبني المرتضى سمعا وطاعة منك أربعين الراح لليوم نحسب لأربعينك ساعة ساعة وغلا تسمح وحق دمك وغلا تسمح وحق دمك نحسب لأربعينك ساعة ساعة نحسب لأربعينك ساعة ساعة ثالث مشهد الفزز دموع العين موكب والسكون يجسد الحالة بس وأنه نعيبين الشباب وتشار يا واحد نشوف أثموها المالة رغم لا شاعر بيهم ولا رادوا موكبهم عجيبك هذا من والا بهالموكب الحالة تهيجي لجوء إذا رجعنا لكم مشاهد الكرام وهلا بالزوار وهلا بالزوار الإمام الحسين أينما حلوا ومن أينما جاءوا مبخرة الانتماء لقضية الإمام الحسين الكل يتشرف بهذا الإحساس يعني أنت هناك بعض الناس من شوفه من يقعد يحكي لك مثلا بتفاخر من يتخذ قدوة وقل لك والله مثل شكسبير مولير برناتشو صمو البكيت مدرياه الثاني ويجيب لك أمثال جيفارة شوف شبابنا أنت أخذ من جيفارة بس يعني أنت عندك الإمام الحسين أنا ما أقل لك لا أنت أخذه من الكل أقرأ الكل أقرأ كل ثقافات العالم وشوف أنت وين تتقاطع هذه الثقافات مع ثقافاتك أنت هنا عاد يكون عندك الفصل أقرأ كل الديانات الموجودة وشوف وين تتقاطع هذه الديانات مع ديانتك وشوف عندك عاد تلت الحكم العقلك الإمام الحسين عليه السلام إحنا هاي المفخرة الكبيرة عدنا وألف مراني قايلها قلت أنه اليونانيين كل سنة يحتفلون بركضة هذا الرجل بهذا الجندي اللي اسمه فيتي بيتس سنة 2490 قبل الميلاد يعني صار لهم 2500 واثنعة سنة يقلدون ركضة هذا الجندي اللي نقل لهم خبر انتصار الجيش اليوناني على الجيش الفارسي في قرية ماراثون ركض مسافة 40 كيلومتر إلى العاصمة أثينا قلهم يا بنت صارنا ومات ضل هذا تقليدي ركضون هاي المسافة إلى مدينة ماراثون وظلت الآن رياضة الماراثون ادخلت في أولمبيات العالم كلها 1890 في أثينا وموجودة الآن في كل التقاليد يسمها ماراثون لهذا الشخص وهذا لا رجل دين هو فقط أحيوا فيه وحبوا به الوطنية يحب وطنه زين اشحال احنا الآن الإمام الحسين ابن إمام وصبط الرسول وابن إمام وابو إمام وشهيد وابن شهيد وابو شهداء يعني ما يستحق ها بالمناسبة هذا في دي بيس قالوا لا عم دقيقة هذا طلع راكض مو أربعين كيلو طلع راكض الاثمين واربعين كيلو ومية وتسعين متر شوف شلون هاي يمكن احنا لو نحتيها قالوا عم اش دعوة هالمغالات شجاكوا واحد انكتل قبل ألف أربعمائة سنة شلون يعني ذا فالحالة هاتشا لازم هم القرآن صار هم قديم صار لألف أربعمائة واربعين سنة مو بها الحسابات هاي هذه ما تندثر بتوارث الزمن مضي الزمن ها تتجدد قضية الإمام الحسين تتجدد لأن بها كل حاجات حياتك الآن شا تدور على اليمن على الإباء على المحبة على التسامح على الشهادة على الغيرة على الشرف على النخوة على التسامح كل الموجودات فانت ما ممكن يطيق مصدر آخر غير ذني فإذا تحية لكل محبي الإمام الحسين وهلا بزوار الإمام الحسين وحيا الله خدام زوار الإمام الحسين الروح نرجع إلى فالح إلى مدينة الكوت نريد نسأل فالح نحن قلنا أن الموكب مو فقط يعني بعض يعتبروا مطعم أو فندق الموكب إذا اعتبرناه مطعم وفندق لا فقد أهمية الروحية وإنما هو مؤسسة تربوية دينية أخلاقية كل شيء يعني والآن هي تشعبت حتى وصلوا المواكب وصلت السواتر الأمامية في مواجهة داعش القضايا اللوجستية المواكب بإصلاح ذات البين المواكب زوجة شباب موكب أريد نسألك على الحجاج القاعدين يمك هاي المواكب غير الأمور الزيارة شعرهم فعاليات أيضا غير الأمور الزيارة شعرهم فعاليات أيضا ماشي استاذ فازي استاذ فازي سألكم يقول الموكب الحسيني إذا اقتصر على قضية تقديم الأكل والشرب يعني هو يعني يقدم خدمات خدمات عادية لكن الموكب وصل إلى الأسواتر القتال موكب مؤسسة حسينية مؤسسة دينية شو تقدم المواكب غير المأكل والمشرب بالنسبة لزار الحسين بالأيام الباقية العفو نحن من مواكبنا الحسينية في واسط ثقافة حسينية استقاوت الأخوة النازحين اللي يجونا من تلعفر من الموصين من المناطق اللي تعرضت لداعش وصل عدد العوائل سكنت عندنا بالمواكب باستمرارية بالتنقلات 23 ألف عائلة استمرت عندنا ساكنين في واسط لمدة عام لما انتحرضت مدنهم يلا طلعوا من المواكب الحسينية كانت مأوى لهم وسكن كذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم أهل الخير وأصحاب المواكب لهذه العوائل بالإضافة إلى مواصلتهم بالسواتر كنا كل أسبوع كل موكب يطلع لمدة ثلاث يام يبقى مع الساتر انهيئ لثلج والمواد الغدائية يصير تجميع من أهل الخير وأصحاب المواكب ينجمعون برة الواحد ويتوجهون لأي قاطع محتاجين إلى دعم من المواكب الحسينية وصلت انه على الساتر نشيش تيكة ونقدمها للمقاتل للحجد الشعبي للعسكريين فنحن مو بس بالزائرين الحسين نقدم الطعام والزاد لا هذه السنوات صار عندنا سبع سنوات تقريبا المواكب الحسينية بالإضافة للمجالس بالإضافة إلى فتحنا باب التعليم القرآن تجويد القرآن هم شاركة المواكب الحسينية في الأيام الاعتيادية عندنا في أيام الجمع قراء دعاء الندبة ننجمع كل مجموعة في دار أحد الإخوان من أصحاب المواكب نقرأ دعاء الندبة نهيئ الشباب خاصة الأطفال عندنا في دورات تربيهية وتثقيفية بوقت نفس الوقت لنهيئ هذا الجيل يخلبنا بهذه المسيرة إن شاء الله والحمد لله هذا المواكب نبنى على سواعد الشباب ولا نفسه دور أخونا أبو ليث أبو ليث اللي سهموا يانا من أهالي الدجالي وشباب أهالي الدجالي وخلال أربعة أيام انجزوا مواكب جديد هذا إنجاز يعني للشباب مواعجة من احتباط وإنما التواصل العمل خلال هذه المدة أنا بالنسبة لي صالي 17 سنة متفرغ لخدمة الحسين والمواكب الحسينية في واسط عندنا علاقات الحمد لله طيبة مع الحكومة مع القوات الأمنية عندنا علاقات طيبة مع العتبات الحسينية والعباسية نمشي بوامرهم تابعين إلى قسم مواكب توجيهاتهم قضية إنه تنظيمياً حسب ما قال الإمام الصادق عليه السلام ونظموا أمركم إحنا رفعنا هذا الشعار تنظيم أمرنا تنظيم مواكبنا إصدار الباجات هويات التعريفية هل سأي حادث أين لا سأموح الله يصير مشكلة عندنا أنا موجود على طريق بدرة لكن عن طريق النعماني يصير عندي حادث رأساً اتصال مباشر يكون وينتهي الموضوع أو بطريق الصويرة أو بطريق العزيزية تواصلي مع جميع المواكب اتصال مباشر يكون على قضية أساسية هي قضية أنه المواكب الحسيني أبعد من ما هو ما هو مؤسسة أو مكان لتقديم المأكل والمشرب سأل فائس هناك قضية مهمة جداً في المواكب الحسيني وهي التنشئة الاجتماعية في هذا المواكب الحسيني الأطفال يتوني المواكب الحسينية تعلمون من آباءهم قضية الأمام الحسيني لذلك هذه القضية تورث من الآباء للأبناء هذه القضية قضية كبيرة بالإضافة أن المواكب الحسينية في الأربعينية وفي أيام المحرة تتحول إلى مؤسسات للتكافل الاجتماعي يعني تقدم الخدمات للجائعين للفقراء أيضاً أصحاب المواكب بعد تطور العلاقات بدأت تكون هناك روابط وفعاليات شعبية تبحث عن الفقراء والأسر المعوزة التي تقدم لها المساعدات سواء المساعدات العينية المساعدات المادية وحكايات كثيرة وقصص كبيرة عن خدمة أهل المواكب لذول العاقة والمرضى نقلهم إلى خارج العراق وإلى داخل العراق فالمواكب الحسيني أبعد مما يكون عن قضية تقديم المأكل والمشرب وإن كان ضرورياً في فترات معينة لكن موقفه ومكانه أبعد من ذلك استاذ فائز دقيقة واحدة أسأل حاجة أبو زينب على قضية أنه اليوم الزوار آلاف الزوار يمرون عبر وسط وخاصة الزوار الإيرانيين لكن بالليل ما جاء نشوف أحد موجود وهذه الساحة هي ساحة تواجدهم يعني أين يذهب هؤلاء الزوار؟ يعني اليوم الأهالي أهل الزهراء وكافت محاوطة الكوت طبعاً بالذات الخاتشية والزهراء يعني شون لزمناهم سرة ما شاء الله هين يالي يحصل له الزائر فكلهم أخذوهم أهل الكوت كافت بكل بيوت هون فتحت واصل اليوم بكرة أبي بالأخص الكوت مركز المدينة انفلحت كل بيوتها ولحد الناس متواصلوا يعني يقول بس جيب لنا زوار يعني يكون ممنون من يمنا لا نجيب لأي زائر وبالنسبة للمواكب يمكن الحاجة أبو له يطلق على موضوع كارونا كارونا بوقتها جهزنا تجهيز غذائية المواكب يعني محافظة واسطة يمكن الأولى بالتجهيز وصلنا يومية عشر تالاف بعدها توصل عندنا بزمن الحضر ما خلينا واحد محتاج للعوائل ما عده العيشي اليومي يعني عشر تالاف يومية كلهم ممثقة عندنا المواكب الحسينية قامت بالتجهيز كله بها الحضر كلها الفترة اللي عشناها سالفائز قضية اساسية هناك شنتموجود على طول الفترة هنا يعني بهذا الموكب اللي هو على طريق الزائرين أكثر من اتصالياتي من بعض أصحاب من بعض البيوت القريبة على الساحة وأيضا أبناء مدينة الكوت يسألون إذا كان هناك زوار يحتاجون إلى مبيت لذلك كل أهالي الكوت أو أغلب أهالي الكوت ينتظرون وصول زائر وهم يقدمون كل الخدمات يعني يتشرفون بوجود زائر في بيوتهم لذلك لا توجد يعني لا يوجد زائر سواء إيراني أو سواء عراقي متوجه إلى كربلان يسير على الطريق مجورين إن شاء الله يجدون المأوى في مدينة الكوت شكرا لك فالح وشكرا لضيوفك الحجي فعلا أوجز واجبات الموكب الحسيني وهي هاي اللي يريد نوصلنا أنه الموكب الحسيني ليس فقط أنه هو عبارة عن مطعم أو فندق وإنما هو مؤسسة مؤسسة كبيرة تدار بمجانا وتقدم خدمات مجانا نتحول الآن إلى مدينة النجف الأشرف الأشرف نروح للسجاد السجاد أشوف أحد الشباب وأحد الشباب حتى لا يكون اللقاءات حكر إن إحنا الشياب هذا الشاب أريد يعني شنو الواجبة بالموكب شي سوي قاعدة سخوه يروح للبيت يكنك هيا بيقلب بالفيسبوك ويقضو وقته ليش تعبان بالليل وجباتر يخدم لساعة نص ساعة قدام الوادم ويرجع أريد هاي تنقلهيه لهذا الشاب الواء القاعد يمك نعم بالبداية أخذ أبو علي يعني يعرج حول القضية الحسيني من بعد ذلك أنتقل إلى الشاب نعم يعني من بعد إذنك عمي رحومي نعم يعني عظم الله لكم الأجر عمي اللهم صلى على محمد وآله محمد أحن أحنا الخدمات ثلاثة ريوق وغدا وعشاء وماي ورقي ولبن وهي خدمة الحسين والطباق أبو السجاد الله يطيل عافية وبنور وربعنا كلهم خدمة الحسين عايفين عيالهم وعايفين شغلهم وعايفين في سبيل خدمة الحسين وزاير إمام الحسين خليه على روسنا الله يطيكم العافية سؤالي للأخ عجب ما بقيت على الفيسبوك أو شوف أماكن ترفيهية ليش بهذا الوقت المتأخر من الليل وأنت تقدم الخدمة لزوارة أحسن سجاد أحسن زوارة أبو عبد الله أحسن من الفيس أحسن من الموبايل أحسن من كل شيء أنا عايف شغلي وعايف أهلي وعايف ناسي كلهم وجاء يقدم هنا لبا عبد الله الحسين أحسن بارك الله بيك نفس السؤال أطرحه إليك أنت اليوم شوف اليوم بهذا الوقت المتأخر من الليل بدلاً ما تروح ترتاح بالبيت لكن أنت هنا هتقدم خدمة للزوارة بي عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم يعظم شعار الله فإننا من تقوى القلوب يعني بالنسبة لخدمة الحسين الخدمة الحسين مغروسة بقلوبنا يعني يعني هاي أبن عن جد من ذاك الزمان حد هذا الزمان يعني نحن تقعد ببيتك ما ترتاح يعني لازم تجم درب الحسين عرفت شلون الإمام الحسين مو لفظة الحسين مبدأ الحسين عقيدة الحسين دين الحسين القرآن الحسين شكراً سجاد شكراً سجاد يعني بالنسبة للخدمات يعني اللي جاء نقدم الزوار لما فالشيق قليل نسبة قليلة يعني ما بي يعني فالشيق شكراً سجاد شكراً لنضيوفك الله حفظك أغاتي شكراً سجاد شكراً لنضيوفك نعم نروح الله حفظك أغاتي الله حفظك أغاتي الله حفظك أغاتي شكراً لنضيوفك أغاتي شكراً لنضيوفك أغاتي هذا الموكب الذي أرجس به الآن وبالتالي هو يخدم معهم زوار الحسين في هذا العام أسس موكب وأيضاً الخدمة من الجمهورية الإسلامية إيران جاءوا معه راح نتحدث بهذه الدقيقة مع الحاج حسين أيضاً يتواجد معنا متحدثاً ومترجماً باللغة الفارسية راح يحدثنا ماذا يتحدث حاج حسين سلام عليكم نود أن نسأل ماذا وجده بخدمة الإمام الحسين أحسين السلام عليكم رحمه psychedel أحسين كيف أروقي أما أننا في أمام حسين الذي أروقي قابل الله حسين سيدحسين موسوى أهالي قوم مدت دوازده سال سال من با احالي شاميه موقع برپا میکنم بخاطر زائرین عبدالله الحسين ما در این مکان با موقع سادات بن زهرا و اشاغ المهدی با هم اقدام هستیم و با هم خدمت زائر رو انجام میدون نعم احالي شاميه احالي شاميه نعم ساد ليف بيقول احنا صارنه فمعه السنه اهنانا و اهالي شاميه بهذا الطريق اللي روح ونرجع تعرفنا على اهالي شاميه وصارتنه علاقه با اهالي شاميه ونصبنا موقع بهنانا و اهالي شاميه اللي جاي نقدم به زوار الحسين هنا فصارنه تقريبا احنا هسه هذا الموقع اللي سوينا قبل كورون بتلس سنوات اللي اللي بدو به شكرا و هسه بالجديد جاي يكونون مثل ما يقولون موقع بهنانا وحدهم هسه هو ويانا بالموقع اللي احنا موقع اشاق الموقع هم موقع سادات بن زهرا من قبل نعم شكرا لیف شكرا لیف شكرا لكم هاريخنا استاذ فائز ليس فقط العراقين هم من يخدمونه زاري ابي عبدالله وكل الدول هنا تخدم زاري ابي عبدالله الحسين بكرمين شكرا لیف وعطاء من امتد من العطاء الباذخ لسيد الشهداء المام حسين عليه السلام شكرا لیف شكرا لیف شكرا لیف شكرا لیف اذا المشاهد الكرام كان اخر المتحدثين لیف أقول لا تختصر وتختزل حياة الإمام الحسين عليه السلام بالعشر ساعات يوم عشر محرم فالإمام الحسين خلال الثمان وخمسين سنة أو ما يقارب الستين سنة ترك لنا أرثا كبيرا يقول الإمام الحسين عليه السلام إياك وما يعتذر منه فالمؤمن لا يسيء ولا يعتذر والمنافق يسيء ويعتذر كل يوم ركز قبل أن تقول أي كلام أو تقوم بأي فعل ليصير إيمانك مشوش وعقيدتك مهتزة تحكي اليوم كلام أو تتسوي فعل ورا يومين أنا آسف والله ما أدري أرجوكم شبابنا مراهقيننا ناسنا لا تقول شيء تحكي شيء ورا يومين والله أنا آسف اندفعت وسرعت وآسف يا أخي أنت استشير وفكر ثم قرر حتى تدافع على وجهة نظرك لا تخلي وجهة نظرك مهزوزة لو تلتزم بكلامك لو لا تسيء حتى تعتذر مو تصور لك فيديو تتجاوز على أي شخص أعيني وقلت ورا أسبوع لا ورا يومين والله أنا أعتذر وآسف والسرعت ليش خليت نفسك في مكان الذل لأن في الاعتذار أحيانا موقف يصير ذل تعتذر مرة حومي تروح ما أقبل هذا ذل فأرجوكم لا نسيء حتى لا نعتذر نلتقيكم غدا إن شاء الله تحت خيمة الإمام الحسين عليه السلام تحية إلى زوار وخدمة الإمام الحسين وشكرا لمراسل قناة الفرات أينما كانوا وكاذر البرنامج أيضا شكرا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته